اهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد خلاص بنتكلم في 72 ساعة على المباراة المهمة جدا ما بين منتخبنا الوطني مع المنتخب الليبي في التصفيات الافريقية المؤهلة لكاسل على المباراة صعبة جدا عنق زجاجة لا بديل عن الفوز لكن كمان محتاجين اتطمن على الاشقاء في ليبيا ازاي المنتخب الليبي بيستعد ازاي الاعلام مهتم بهذه المباراة خاصة ان المنتخب الليبي عمل انتصارين في مباراتين ست نقاط في صدارة المجموعة لذلك اذهب مباشرة الى ترابلس مع الزميل الصحفي والاعلامي الاستاذ مصطفى الرجباني الصحفي الليبي سيد مصطفى برحب بيك على شاشة قناة الاهلي تخيطي بديك لكل فريق العمل للمرافق بديك وكل مشاهدي قناة الاهلي المصري نادي القرن اهلا بحضرتك وبتأكيد لازم ابدأ معاك وعايز اعرف يعني الاعلام الليبي والصحافة الليبية ماذا قالت عن هذه المباراة والمواجهة المرتقبة مع المنتخب الوطني المصري قبل ساعات من هذه المباراة في الظل ان ابرز اللاعبين وابرز لاعب في العالم حاليا محمد صلاح بيقود منتخبنا الوطني امام المنتخب الليبي يوم الجمعة على ستاد برج العرف في الاسكندرية الصحافة والاعلام الليبي من وجهة نظر الخاصة يقول ان مباراة الجمعة ومباراة الاثنين القائم المبارتين في التصفيات موانديان 22 تندرج في نقطتين مهمتين النقطة الاولى هناك معطيات والنقطة الثانية هناك واقعة لما نأتي للمعطيات نجد ان لقاء ديربي مغاربي ديربي الاشقاء ديربي الشمال افريقيا ديربي افريقيا ديربي افريقي عربي بطعم دولي الفيفا للمونديال وهذا يعني يجيه بعد 14 عام يعني اخر لقاء رسمي باستثنان اللي قال ودي 2016 اللي انتهى لصراح مصر ولكن هذا اللقاء الرسمي بعد 14 عام وبالتالي بعد 14 عام يكون له طعم خاص وخاصة في تصفيات المونديال فهو ديربي ديربي عربي زي ما قلت لك افريقي لشمال افريقيا النقطة الثانية والشيء الجميل ان مجموعة من اللاعبين في المنطقة اللي بيصابة قلام هذه من المعطيات انهم لعبوا في الدولة المصري امثال محمد الترهوني لحاليا لازال متجاود في الدولة المصري ووقع لنادي الاسماعيل المصري الدرويش ايضا لا ننسى علي سلامة قائد الفريق وقابة وقلب الدفاع اللي لعب مع فريق الاتصالات ايضا احمد التربي السلطة والسلطة للاصابة مش هيتواجد وتأكد رسميا هذه نقطة مهمة الشيء الثاني يعني هذا الديربي له طعم خاص يعني مبارتين في تصفيات المونديال ربما ما يتكررش من جديد بعد عشر سنوات ثانية اخرى وبالتالي هي فرصة للعبين اللي موجودين حاليا لاتبات الدات واعطاء صورة طيبة على امكانياتهم الفنية ولما لا للخروج مثل محمد صلاح والنيني وباقي اللاعبين المحتصم المصراتي ومحمد الترهوني اما الواقع هناك نقطة مهمة يلتقي فيها المنتخب المصري والمنتخب الليبي وهي ان خلال ثلاث سنوات الاخيرة او الاربع سنوات الاخيرة يعني اعتبارا من مونديال روسيا 2018 ما شاهدوش استقرار فني وهذه نقطة سلبية يعني لما نجي للمنتخب المصري نجد من كوبر 2018 ثم بعده هو المكسيكي اجيرو بعد المكسيكي شوقي غريب بعد شوقي غريب حسام البدري حاليا كارول كيروش والسؤال يطرح نفسه امام كارول كيروش هل يستطيع هذا المدرب في خلال هذه المدة الوجيزة العشر ايام او الخمسة عشر يوم اللي تفصل على المباراة والتي لم يتبقى زي ما ذكرت انت في حديثك قبل دخولي معك 72 ساعة هل يستطيع خلق توليفة متجانسة تبلور افكاره الى ارض الواقع داخل المرهب اما بالنسبة لكليمينتي فهو يعتبر القديم الجديد للمنتخب الليبي سبق له تدريب المنتخب الليبي ولكن يتميز على كارول كيروش انه جاء بوقت كافي للمنتخب الليبي شاهد مرحلة الياب من الدوري المتاز رقم واحد رقم اثنين اشرف على تدريب المنتخب الليبي في اربع مباريات وهذا يعطيه الافضلية طيب عازت الك على خفر كليمينتي يمكننا مدرب ليبع طويل في التدريب سبق قبل كده كان بيقود المنتخب الاسباني في كأس العالم في فرنسا 98 وعمل انجازات طيبة لكن ايضا مع المنتخب الليبي يمكن هو صاحب اول لقب لليبي في كأس الامم الافريقية للمحليين كلام ده من حوالي بنتكلم سبع او تمن سنوات هل ممكن ده يكون دافع للمنتخب الليبي ان مع مدرب لم يحقق من قبل القاب مع اي منتخب افريقي سوى المنتخب الليبي هل الاعلام الليبي سعيد بتولي هذا المدرب بتدريب ليبي خلال هذه الفترة ولا انطباع الاعلام الليبي على قيادة خفير كليمينتي للمنتخب الليبي خلال هذه الفترة صحيح كلامك صحيح سيد محمد لنا فعلا حتى عندما تم التعاقد ما كانت بما هناك بعض العديد من الاسئلة ما هي المعايير التي تم التعاقد معها ما كليمينتي ولكن في نهاية الامر هذا يعود الاتحاد اللعبة مثل اللجنة التلاتية في الاتحاد المصري في خلال 78 ساعة اقالت حسام البدر يتعاقدت معك يبقى حق اختصاص 100% للاتحاد العام كليمينتي عندما جاء لليبيا قال أني نعرف كورة القدم الليبية وهو تشبت ببعض اللاعبين مثل حالس المرمى محمد نشنشلي كان معاه في الشانة 2014 علي سلامة أحمد التربي حمد الهوني قال هؤلاء اللاعبين نعرفهم ونعرف مكانياتهم وربما عندهم حتى بعض النقص فأني لكن استطيع أن نطوره خلال الفترة القادمة التأني شيء الفريق الليبي فيه جيل جديد هو من خلال متابعته لمرحلة الاياب للدور الممتاز استطاع أن يضم العديد من الأسماء القائمة الليبية اللي هي مزيج بين الخبرة والشباب نجي نقول خبرة محمد نشوش حارس مرمى علي سلامة قلب الدفاع سند الوقفلي حمد المصري علي أحمد التربي حتى أنيسة سلتو كان معاه في الشان لكن أنيسة سلتو حاليا مش متواجد لإصابته أكيد طيب غياب أنيسة سلتو مدى تأثيره على المنتخب الليبي في مباراتهم الجمعة لا 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 التأثير لن يكون قوي جيدا سيد محمد لأنه إكليمنتي به قائمة اللي 24 رياضي يملك العديد من المفاتيح نأتي في قلب الهجوم لا تنسى محمد زعبية لا تنسى محمد صولة مهاجم النادي سفاكسي لا تنسى معاد عيسى هذا الشاب الذي قدم مشتورايا مع فريق الاتحاد لا تنسى محمد الطبال حتى هو لعب وسط يملك نزعة هجومية وبالتالي كليمنتي لديه مفاتيح اللعب وحتى في تصريحه السيد محمد قال بعد المبارتين قال أنا تفرشت على مبارتين المنتخب المصري درست المنتخب المصري وسأفاجي المنتخب المصري وهذا يعني تعبير دبلوماسي كبير جدا يرفع منه الروح المعنوية ويخليك أعلام تتساءل في العديد من الأسئلة ما المغزى من هذا التصريح وبماذا يقصد بهذا التصريح مثل ما نشاهد حاليا في كارلو كيلوش العديد من التصريحات عندما جاء في هالعشر أيام والخمسة عشر يوم وفي خلال اجتماعة أو بمعسكرة في الإسكندرية دائما يجلس ودائما دورها تفاؤل ودورها رفع الروح المعنوية وهذا بالتأكيد دور المدرب خاص لكارلو كيلوش زي ما قلت أنت مش مباراة مرة واحدة في كاس العالم درب البرتغال في كاس العالم 2010 درب إيران من 2014-2018 درب كولومبيا أخيرا لكوبا الأخيرا لخدرها لرجنتين لكن المشكلة في كارلو كيلوش أنه تم إقالة من كولومبيا وحالين تم التعاقد معها في اللجنة الثلاثية بالانتحاد مصري وبالتالي يرى في هذا التعاقد فرصة كبيرة جدا لإتبات ذاته ووضع قدم في المونديال ولإتبات حتى لالتحاد الكولومبي أن كوروش قوي مثل ما قال السيد كوروش في أحدى تصريحاته أمامنا جبل شاهق نوريد أن نتصلبه طيب أستاذ مصطفى سؤال أخير متعلق بمحمد صلاح يمكن الإعلام الليبي يمكن تحدث وكتب وتكلم على تعلق صلاح وأبرز لاعب في العالم في تصريحاته خلال الساعات الأخيرة قال المنتخب الليبي لا يخاف ولا يقلق من أي منتخب وسنلعب على الفوز هل هي تصريحات إعلامية ولا الإعلام الليبي لا يتطفق مع تصريحات خفير كاليمينتي شوف يا سيد محمد في مثل يقول كل مدرب وشيطانة في جيبة لما شاهد لا أحد يختلف على محمد صلاح لعب الأفضل حاليا في العالم وفي بريطانيا شوفنا حتى مبارتها الأخيرة لتعادل فيها 2 تيم مع المان سيتي لا أحد بالإضافة إلى محمد النني بالإضافة إلى اللاعب المحترف في الدولة الألمانية العديد من اللاعبين لكن ما قرأت من كلامك أنت ومن التصريح لكليمنتي إن كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على أشخاص مع احترامنا لكل اللاعبين المحترفين سواء في المنتخب الليبي أو المنتخب المصري كرة القدم سيد محمد لا تعتمد على التاريخ مثل ما قال الكيروش في التاريخ لنا وسنتبت ذلك على أرض الملعب التاريخ لا يجلب النتائج ولا يعني يحسم المواجهات تحسمها الاحترام للخصم كرة القدم لعبة جماعية زي ما قلت لك ما هيش لاعب واحد فقط احترام المنافس احترام طاقم التحكيم خلال المباراة العمل ثم العمل ثم العمل واحترام كل المنتخبات هذا مفهمت من كلامك ومن سيدك أن كرة القدم لا تعتمد على لعب واحد وإنما تعتمد لعبة جماعية ولعب جماعي وانت زي ما نعرف حتى الأصداري صايرة في مصر حاليا ومن القايمة بعد مباراة كبيرة من كان يتوقع أن السيد كيروش يبعد هداف الدوري المصري وشفنا عدد الضجة الإعلامية كلها كبيرة على بعض اللاعبين لأن المدرب في النهاية هو الأول والأخير المسؤول على اللاعبين أستاذ مصطفى الرجباني الصحفي الليبي والإعلام الليبي بشكرك شكرا جزينا على هذه المداخلة من خلال فقرة تريند أولاين عبر السكايب من ترابلوس شكرا جزينا لك ونتمنى التوفيق يا رب نشوف مباراة كبيرة يوم الجمعة القادم أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم بقى فقرات برنامج التريند